إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جديد في قناة علوم نلتقي مع تمرين في درس الأعداد العقدية حول خاصيات الشكل المثلتي وكذلك الشكل الجبري نعتبر العدد A يساوي جد مربع ثلاثة ناقص E وB يساوي واحد ناقص E وC يساوي A مقصوم على B المطلوب في هذا التمرين أن نحدد الشكل المثلتي لهذه الأعداد إذن A وB وC مكتوبة على شكل جبري وB مكتوبة على شكل جبري وC هي خارج العددين A وB المطلوب أن نحدد شكل المثلتي لA وB وC في السؤال الثاني المطلوب هو أن نحدد الشكل الجبري للC للعدد C ثم المطلوب كذلك أن نستنتج قيمة كوسينيس بي على 12 وC إذن نبدأ على بركة الله الشكل الجبري لA يساوي جد مربع ثلاثة ناقص E نحن نريد أن نحدد الشكل المثلتي إذن دائما لتحديد الشكل المثلتي نبدأ بالمعيار معيار العدد A معيار العدد A يساوي جد مربع الجزء الحقيقي والس 2 زائد الجزء التخيلي والس 2 يساوي جد مربع ثلاثة والس 2 يساوي ثلاثة ثم ناقص واحد أس 2 يساوي واحد جد مربع ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة جد مربع أربعة يساوي إثنان إذن معيار A هو إثنان ثم A يكسب على شكل المثلتي هكذا A cos θ زائد E sin θ إذن هكذا A cos θ زائد نقوم بالنشر A sin θ وبما أن A يساوي جد مربع ثلاثة ناقص E إذن جد مربع ثلاثة يساوي معيار العدد A في cos θ وناقص واحد هنا يساوي الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي الجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي إذن ناقص واحد هنا يساوي معيار A sin θ إذن هكذا نحصل على cos θ يساوي جد مربع ثلاثة على المعيار و sin θ يساوي ناقص واحد على المعيار والمعيار يساوي واثنان كما رأينا قبل قليل المعيار يساوي اثنان إذن نعود cos θ يساوي جد مربع ثلاثة على اثنان ثم sin θ يساوي ناقص واحد على اثنان إذن نبحث عن الزاوية نبحث عن الزاوية التي التي لها cos يساوي جد مربع ثلاثة على اثنان و sin يساوي ناقص واحد على اثنان هذه الزاوية كما تعلمون الزاوية التي cos θ التي cos θ يساوي جد مربع ثلاثة على اثنان هي 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 بعلة ستة نعلم بأن cos بعلة ستة يساوي جد مربع ثلاثة على اثنان ثم sin بعلة ستة يساوي واحد على اثنان إذن θ لدينا هنا ناقص واحد على اثنان ولكن ليس هنا إشارة ناقص غير موجودة هنا إشارة ناقص سأحاول أن نبين إشارة ناقص إذن sin بعلة اثنان يساوي واحد على اثنان ناقص sin بعلة اثنان على ستة ناقص sin بعلة ستة يساوي ناقص واحد على اثنان وناقص sin بعلة ستة يساوي sin ناقص بعلة ستة يساوي ناقص واحد على اثنان وكم يساوي cos ناقص بعلة ستة يساوي cos بعلة ستة لأن دلة cos دلة زوجية ودلة sin دلة فرضية إذن cos ناقص بعلة ستة يساوي جدر ثلاثة على اثنان إذن هذه هي الزوية التي تحقق لنا الشروط cos-6 يساوي جدر مربع ثلاثة على اثنان والsin-6 يساوي ناقص واحد على اثنان إذن A يساوي جدر ثلاثة ناقص E يكسب على شكل اثنان عامل لcos-6 يساوي جدر مربع ثلاثة ناقص بي على ستة يعني يكسب على الشكل المثلثي ناقص بي على ستة هي عمدته ننتقل الآن إلى العدد بي B يساوي 1 ناقص E معيار B يساوي جدر مربع ثلاثة 1 زائد 1 1 أس 2 زائد ناقص 1 أس 2 يعني 1 زائد 1 يساوي جدر مربع ثلاثة B يساوي جدر مربع ثلاثة با نحاول أن نعمل ب أجلة مربع إثنان Souls لكي نظهر المعيار وأرى ، أ Powdered выше 1 على الأجلة مربع إثنان نقص 1 على أجلة مربع إثنان أئس هنام مبع وقت نقص إلى الأجلة مربع إثنان من الأجلة مربع� US لكي نظهر ، لدينا المعيار خارج د Streets اذن هذا هو معيار با يقوم بمعيار B عامل لcosθ added A sinθ على الشكل المثلتي وبالتالي سنبحث عن θ بحيث cosθ ساوى 1 على جد المربع 2 و sinθ يساوي ناقص 1 على جد المربع 2 cosθ 1 على جد المربع 2 وسنشدها ناقص に اوسطيطى إذا نبحث عن هذه الزوية لدينا هنا اجداء مربع اثنان في المقام نحاول أن نزيل الجدر من المقام بالضرب في جدار مربع اثنان 2640L 1 يُسَوque 22 جدار مربع اثنان في جدار مربع اثنان يساوي هنا نفس طريقة ناقص جدار مربع اثنان على اثنان نحاول أن نزيل الجدر من المقام لكي يكون المقام عددا صحيحا إذن نعلم بأن cos π على 4 يساوي جدر مربع 2 على 2 والsin π على 4 يساوي جدر مربع 2 على 2 إذن ناقص sin π على 4 يساوي ناقص جدر مربع 2 على 2 بما أن sin دالة فردية يمكن أن ندخل الناقص إلى داخل الأقواس يعني sin π على 4 يساوي ناقص جدر مربع 2 على 2 وcos ناقص ب على 4 يساوي cos π على 4 يساوي cos π على 4 لأن دالة الكوسينيس دالة زوجية وبالتالي يساوي cos π على 4 يساوي جدر مربع 2 على 2 إذن بهذه الطريقة حصلنا على العمدة إذن بي يساوي جدر مربع 2 معياره جدر مربع 2 وعمدته ناقص ب على 4 الآن سنستنتج الشكل المثلة لـ C سيساوي A على B إذن معيار C يساوي معيار A على B باستعمال قواعد أو خاصيات المعيار المعيار خارج عددين هو خارج المعياري معيار A على معيار B ونعلم بأن معيار A هو 2 ومعيار B هو جدر مربع 2 إذن هنا نضرب في جدر مربع 2 في المقام والبسط فنحصل على 2 جدر مربع 2 على 2 يعني جدر مربع 2 إذن معيار C يساوي جدر مربع 2 الآن سنبحث عن العمدة argument C argument C يساوي argument A على B حسب خاصيات العمدة argument خارج عددين يساوي فرق فرق العمدتين argument A على B يساوي argument A ناقص argument B ونعلم أن argument A يساوي ناقص بي على 6 حسب ما سبق وارغمان B يساوي حسب ما سبق ناقص بي على 4 إذن ناقص بي على 4 ناقص ناقص يعني ناقص بي على 4 على 6 زائد بي على 4 يساوي نقوم بتوحيد المقام المقام موحد هو 12 دربنا هنا 6 في 2 إذن ناقص 2 بي هنا 4 ضربناها في 3 إذن 3 بي إذن 3 بي ناقص 2 بي يساوي بي على 12 حسب ما سبق ناقص 2 بي على 6 إذن 3 يساوي ناقص 2 بي على 6 ناقص 2 بي على 6 سينوس يساوي ناقص 2 سأعود معيار C ناقصه بي على 6 ونقص 2 بي على 12 معيار C ناقص 2 يساوي، ناقص 2 ثم يساوي بي على 12 إذن إذن كو سينوس بي على 12 زائد E سينس بعلى 12 إذن هذا هو العدد C السؤال الموالي أكسب C على شكله الجبري وسنتيج القيم المضبوطة لقوسينس بعلى 12 وسينس بعلى 12 C يساوي A على B و A كم يساوي يساوي جدر مربع 3 ناقص E على B يساوي 1 ناقص E إذن المطلوب هو أن نكتب الآن C على شكله المثلتي على شكله الجبري ولدينا هنا الشكل المثلتي مطلوب أن نكتب على شكل الجبري ثم نستنتيج القيم المضبوطة لهذه القيم المثلتية قوسينس بعلى 12 والسينس بعلى 12 إذن نحدد الشكل الجبري لسي سيساوي جدر مربع 3 ناقص E على 1 ناقص E لكي نحصل على الشكل الجبري سنضرب المقام في مرافقه 1 ناقص E عامل لواحد زائد E إذن نضرب في نفس العدد في البسط المقام هنا ضربنا في المرافق وهنا ضربنا كذلك في مرافق المقام يساوي هذه متطابقة هما 1 ناقص E 1 ناقص E يساوي 1 2 ناقص E 2 وفي البسط سنقوم بالنشر جدر مربع 3 في 1 يساوي جدر مربع 3 ثم جدر مربع 3 في E ثم ناقص E في 1 يعني ناقص E ثم ناقص E في E يعني ناقص E 2 ثم نحسب جدر مربع 3 ثم ناقص E ثم ناقص E ثم ناقص E ثم ناقص 1 ناقص ناقص 1 يعني زائد 1 جدر مربع 3 ثم ناقص 1 زائد هنا E نعمل بها E عامل جدر مربع 3 ناقص 1 الكل مقسم على 1 ثم ناقص E ثم ناقص E ناقص 1 E ثم ناقص 2 يسوي ناقص 1 إذن ناقص ناقص 1 1 ناقص ناقص 1 يعني 1 زائد 1 يسوي 2 إذن يمكن أن نفرق الآن العدد الموجود في البسط جدر مربع 3 زائد 1 على 2 زائد E عامل جدر مربع 3 ناقص 1 الكل مقسم على 2 إذن هذا هو العدد C بشكل الجبري الشكل الجبري لل C و الشكل المثلتي جدر مربع 2 عامل لكوسينيس بي على 12 زائد E سينيس بي على 12 إذن نستنتج الآن التساوي بين الجزء الحقيقي لهذا العدد والجزء الحقيقي لهذا العدد لأنه نفس العدد إذن نستنتج أن جدر مربع 2 كوسينيس بي على 12 هنا ننشر ننشر بجزء جدر مربع 2 فنحصل على جدر مربع 2 كوسينيس بي على 12 يساوي جدر مربع 3 زائد 1 على 2 وكذلك جدر مربع 2 سينيس بي على 12 يساوي جدر مربع 3 ناقص واحد على 2 وهكذا يمكن أن نستنتج كوسينيس وسينيس إذن كوسينيس بي على 12 يساوي جدر مربع 3 ستزائد واحد على اثنان جدة مربع اثنان نقسم هنا على جدة مربع اثنان السين يسبب على اثنان عشر يساوي جدة مربع ثلاثة ناقص واحد على اثنان جدة مربع اثنان يمكن ان نبسط هذه الكسابة وذلك بازالة جدة مربع من المقام نكتب� Security12 نضرب هاتنا على جدة مربع ثلاثة في المقام ثم نضرب一记 على جدة مربع اثنان جدة مربع ثلاثة وهو جدة مربع ستة الزائد جدة مربع اثنان هو مربع ثلاثة ثم سينس بي على 12 ثم سينس بي على 12 يساوي جد المربع نضرب هنا في جد المربع 2 فنحصل على المقام على 2 في 2 يعني 4 ثم جد المربع 6 نعقص جد المربع 2 على 4 إذن هكذا حصلنا على القيم المضبوطة لكوسينس بي على 12 وسينس بي على 12 إذن في هذا التمرين استعملنا خواعد العمدة وكذلك خاصيات المعيار للحصول على كوسينس بي على 12 وسينس بي على 12 بشكل مضبوط يعني على شكل عدد حقيقي مضبوط لماذا؟ لأن تعلمون بأن بي على 12 هي زاوية غير اعتيادية إذن نكتفي بعد القدر وإلى فيديو قادم إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعمل الفائدة ولا تنسوا الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته